ساعات وينطلق مشوار النادي الأهلي في المنديال مشوار معتاد وإنجاز جديد منتظر إن شاء الله الأهلي يدخل كأس العالم للأندية كأكثر أندية العالم خوضاً للمباريات في هذه البطولة بالرصيد 18 مباراة الأهلي أكثر الأندية العربية والأفريقية حظاً للمديليات في هذه البطولة بيسعى وينظر إلى ميدالية جديدة تضاف إلى خزائنه المليئة بالبطولات والإنجازات الأهلي بحالة معنوية رائعة وحالة فنية ممتازة يسعى لزهور لافت في المغرب أفضل من زهوره في نفس البلد في 2013 ننتظر الأهلي بشغف وحماس ننتظر وهو يشرف الكرة المصرية والأفريقية كعد يا أهلاً بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 ننتظر الأهلي بإذن الله بشغف ننتظر الأهلي بحماس ننتظر النادي الأهلي كعدتو مشرفاً للكرة المصرية والعربية والأفريقية في كأس العالم للأندية اليوم حديث طويل عن النادي الأهلي وكواليس تواجده في المغرب قبل المباراة الأولى أمام أوكلاند سيتي بس قبل ما خش تفصيلاً عن كل ما يخص النادي الأهلي كان بعث منتخبنا الوطني لكرة تألياد وصلت إلى القاهرة بعد المشاركة في كأس العالم لكرة تألياد والحصول على المركز السابع كإنجاز مكرر عن البطولة الماضية وكلام عن رحيل المدير الفني الأسباني بروندو عن تدريب المنتخب الوطني نعرف كل التفاصيل مع دفنة كابتن عمر صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد يا فندم صباح الخير مشرف ومنور ربنا خديك كل سنة وانت طيب والفرصة سعيدة جداً الكريم وإن شاء الله كده يبقى شهر انتصارات إن شاء الله للرياضة المصرية يا رب إن شاء الله وسهرناك أنا عارف بس كان وجودك معنا مهم يعني عشان نعرف كثير من التفاصيل طيب بداية كده ماذا عن المدير الفني المنتخبنا الوطني بروندو هل هو فعلاً رحلة عن تدريب الفريق؟ أنت بدي من الآخر خالص كريم بي ده ده لسه هنتكلم كثير عن منتخبنا بس هل المدرم مكمل ولا لا؟ والله يبص حضرتك إحنا يعني هو عقد انتهى معنا في مبارح انتهى معنا في نهاية مباريات كس العالم بالنسبة كبيرة جداً أو يعني هو مش هيكمل معنا احنا طبعاً خلال الفترة اللي فاتت كان فيه دراسة مستفيدة للموقف هو للأسف الشديد مش متفرغ للمنتخب القومي نتيجة أنه هو بي مرن فريق في ألمانيا كنا حاولنا معايا خلال الفترة السنة اللي فاتت ان احنا بعد بطولة البحر البيض متقصت و بطولة أفريقيا ان احنا نكمل العقد معايا ولكن بصورة ان هو يبقى متفرغ وموجود معنا ولكن للأسف الشديد هو صمم ان هو يكمل معنا دي في ألمانيا بحالة عدم التفرغ اللي هو بيجينا على الأسرية الدولية بس ده طبعا بالنسبة لطموحات وخطط الاتحاد وطموحات البلد اللي احنا بنفعله دايما في كرة اليد ان احنا نحقق أحسن نتائج على المستوى الأفريقي اللي هو خلاص بقينا تقريبا احنا متسايدين القارة بالنسبة عالميا احنا بقى انه ده تاني كاس عالم احنا السابع فيه عايزين نبتدي نحسن رابع الأولمبياد فاحنا عايزين نحصل على مداليا ان شاء الله في الأولمبياد ده مش عايزي غير معه مترد متفرغ للأسف الشديد قبل البطولة بثلاثة أسابيع هو كمان مدد عقده مع النادي الألماني لغاية يونيا خمسة وعشرين عشرين خمسة وعشرين فده بالنسبة لنا بقى جيد مناسب خالص كان القرار بعدم التجديد خصوصا ان احنا كان لنا امال وطموحات مشروعة ان احنا نقدم ندعى في المربع الزهبي في كاس عالم الثلاثة وعشرين مدحة اتش نتيجة ان احنا كان في بعض الأخطاء الاخطاء دي كان نتيجة عدم وتواجده مع الفرقة وان هو مش عارف مستوى بعض اللعيبة الآخرين غير اللي هو حطتهم في القائمة الرئيسية اللي في باله فبالتالي كان القرار ان احنا مش هنجد الزعاد وفي اطار البحث دلوقتي عن مدرب أجنبي آخر يجي ياخد المسؤولية ويجدد الاستراتيجية والسياسة والشكل العام بتاع كرة اليد احنا عايزين مدرب دلوقتي يكون على مستوى عالمي يعني يقدر ان هو لاعب بعد كده كاس عالم كذا مرة لاعب فاز بكاس عالم او فاز كمان باولمبيات وبالبطولات اوروبا لان احنا محتاجين حد يفيد المنتخب مش مدرب يرفع اسمه باسم منتخب مصر احنا منتخب مصر دلوقتي منتخب كبير منتخب عالمي مصنف في احسن ثمان فرقة في العالم ما نقدرش ان احنا نقل في نفس الوقت احنا عايزين حد يفيد مش حد يستفيد من اسمه المتحدة مفهوم جدا هنكمل مع المدرسة الاسبانية ولا هنشوف مدرسة اخرى مدرسة اوروبية والله والله بص كابتن كريم احنا بنبص على على كذا اتجاه اه لكن احنا مش متعجلين قوي احنا بناخد وقتنا عشان اه نبقى بناخد قرار مظبوط المدرسة الاسبانية مدرسة نجحة المدرسة المدارس الاخرى اللي موجودة سواء المدرسة الفرنساوي او المدرسة الناحية اوروبا الشرقية اه نجحة احنا بنشوف كذا حاجة اه بندرس بندرس سي فيز بقى بطريقة مختلفة شوية هيقوم طبعا بالليمت الفرق القاومية بالاشتراك مع مجلس الادارة طبعا والفنين الموجودين في مجلس الادارة زي كابتن عاصم السعداني وكابتن ايمن صراح بدراسة احسن السي فيهات ومش بس سي في ورق لا احنا بنبص على سي في واتشيزمنت والنتائج بحققت ويقدر ان هو يشتغل كمان مع المنتخبات الاخرى زي الناشئين والشباب في اعدادهم عشان يبقى كل المنتخبات بتلعب بطريقة واحدة بحيث اننا لما نجي اطلع صعب ناشئ يلعب من الناشئ من الشباب او من الناشئين لا يبقاش فيه اختلاف في طريقة السيطة من اللعبة ده التوجه العام وده يتم خلال الفترة القريبة الجاية لان احنا عندنا اتنين كس عالم خلال شهر يونيا وشهر يوليا للناشئين والشباب فبالتالي احنا محتاجين ناخد قرارات تبقى سليمة ولكن في وقتها كمان صحيح طيب نيجي بقى للبطولة يا فندم احنا في البطولة لبس العايز الاولى حط ثوابت وجودنا في المركز السابع في الترتيب العالمي او ترتيب منتخبات كأس العالم ده ترتيب جيد جدا والترتيب السنة او البطولة اللي فاتت في المركز السابع ده ترتيب جيد جدا بس عشان احنا سقف توقعاتنا ارتفع للغاية على حجم مستوى منتخبنا ولعبي منتخب مصر كرة اليد كنا مستنيين اكتر ولكن كان في محطات مهمة فارقة في هذه البطولة وزعلتنا بصراحة شديدة واقول الكلام ده الاول مرة احنا كنا داعمين دائما لمنتخبنا الوطني لكرة اليد مباراة الدنمارك اللي كانت هتبعدنا عن المنتخب السويد ما دخلناهاش بشكل جيد مباراة السويد نفسها رغم ان احنا لحد دياء عشرين كنا ماشيين يعني ندل ندل مع المنتخب السويدي فجأة ابتعدنا تماما عن المباراة وبعدنا في النتيجة اخر مباراة واحنا فارقين كتير على المجر الفارق يدياء ونتعادل ونخش في مرحلة صعبة والحمد لله اللي احنا فوزنا في النهاية ليه المراحل الصعبة دي اتعدنا بيها رغم ان احنا بدايتنا في البطولة كانت رائعة جدا بالفوز وفوز مريح على المنتخب الكرواتي بص هقول لي حضرتك على حاجة انا هرد على حاجتين الحاجة الاولانية حضرتك بتقول لي ان احنا حفزنا على المركز السابع وقت محكت اعلى طبعا انت محكت اعلى ولكن احنا حفزنا على المركز السابع في نقطة معينة لازم حيث تبقى تاخد بالك من نحن نحفزنا على المركز السابع في مصر بدون لعبة ومباريات تركيبية للمركز الخامس والسادس والسابع والثامن لان كانت لها نظام مختلف في كاس العالم اللي فات داير في كاس العالم ده تاني حاجة لازم حيث تبقى اعرفها كنا بنلعب كاس العالم في مصر في الواحد وعشرين نحن بنلعب كاس العالم في اوروبا في معقل الهندبول في الدول الاسكندينفية في وسط ظروف مختلفة خالص عن واحد وعشرين واحد وعشرين كان فيه كوفيد ناينتين كان فيه فرق ما جاتش زي كرواتيا اساسا اعتذرت عن البطولة في فرق جات نقصة ثلاثة واربع لعيبة منها ألمانيا منها السويد منها الاثنين لعيبة في الدنمارك فالمنتخبات اللي جات في واحد وعشرين كانت اقل في المستوى من نتيجة الظروف الكوفيد وقتها ولكن احنا في ثلاثة وعشرين احنا كانت بطولة شارثة جدا الفرق كانت كلها جاية جاهزة احنا برضو برضو هقول لحدك عن حاجة احنا اول مرة في كاس عالم نكسب فرقة كرواتيا والكرواتيا بطل العالم وكانت حصلة على مدالية جرونزية في الأولمبياد احنا اول مرة نكسبهم ومسيبناهم فرق مليح جدا فرق تسعة تجوان وكانت بداية قوية جدا للمنتخب زي ما حضرتك تفضلت وقلت كسبنا كمان اول مرة نكسب منتخب المجر احنا عمرنا ما كسبنا منتخب المجر في كاس العالم احنا طلعين السابع ورانا ثمان فرق من أوروبا ودي عمرها ما حصلت قبل كده احنا برضو حضرتك تبقى نحط الأمور في نصفها ولكن رأي حضرتك واحساس الجمهور بالبيئة في بعض الأحيان هو مبرر وليه حق والناس كلها ليه حق لأن ايه التبرير؟ التبرير ان احنا من اول ماتش من بعد ما يعني دي انا بشوفها اللي هي احد الغلطات الاستراتيجية اللي قام بيها المدرب ان هو لما بيبقى فيه ماتش قوي زي ماتش مثلا الدنمارك او السويد او المانيا او ماتش المجر الاربع ماتشات تحديدا والماتش الاولاني بتاع كرواتيا بيلعب بعدد معين من العيبة قليل جدا من التشكيل هو بيبقى عنده كيان بيخش دي المباراة بستاشر لعب في الماتشات دي في الاربع دول هو لم يستفيد باكتر من ثمان لتسع العيبة صحيح دي مشكلة ان انت بتوصل انت لو شفت اخر صورة كتمنشورة او شفت الفرقة شكلها عامل ازاي بعد ماتش اللعيبة شكلها عامل ازاي بعد ماتش المجر اللعيبة نايمة على الارض مش قادرين منحكين مستنزفين فبالتالي ده ده الغلط اللي احنا شفناه في الاربع ماتشات اللي حضرتك من اول الدنمارك لغاية السويد لغاية سوريا لغاية المجر انت تتلعب في الاربع ماتشات العنيفة دي بتشكيل لا يتعدى ثمان لتسعة العيبة صحيح فده ده انهاك انا النهاردة مصفق على العيد زي يحي الدرع لغاية لغاية في البطولة تسعة ماتشات التسعة ماتشات اللي قاب فيهم ستين ديئة لغاية اجمالي اجمالي عدد الدقائق اللي لقابها كل الدقائق تقريبا ما خرقش غير يمكن وقت قليل جدا الرتيب المصري نفس الحكاية حاطب عليه حمل وعبء نفسي كبير جدا في الدفاع عريزين محمد سند بكار محمد ممدوح انت مصمم تلعب بثمان تسعة لعيبة طول الستين دقيقة ربنا عارفوه بالعقل صحيح هي دي المشكلة خاصة ان احنا الكواليتي بتاع لعيبة كرة اليد كمان قريبين من بعض احنا مش بنتكلم في لعيبة وعاد في المستوى احنا اصلا انت بتتكلمش في فروق لان اساسا الكيان بتاع المتخب 19 لعيب منهم 11 مخترف والباقي كله ما بين اهلي وزمالك يعني بلعبوا مباريات قمية مباريات على اعلى مستوى سواء اللي بيلعبوا مخترفين او اللي بيلعبوا في مصر واللي بيلعبوا في مصر كان فيه لعيبة لما نزلت عملت فارق كبير جدا زي حسن قداح في مصر سويد ليه انت بتنساها دي علامات الاستخدام ان هو لما تيجي في المطرات المتأزمة والعنيفة بيبقى الاختيارات بتاعته محدودة جدا دي المشكلة الكبيرة صحية صحية كابتن عمر صلاح عمين صندوق الاتحاد المصر لكرة اليد انا بشكر حراك شكرا جزيلا على هذه المداخلة نتمنى دائما وابدا التوفيق لمنظومة كرة اليد المصرية منظومة نكحة جدا منظومة رائعة جدا لو كنا زعلانين من منتخب كرة اليد فكنا زعلانين على حجم توقعاتنا اللي هم خلونا نشوفها يعني هم اللي اغرونا قالونا توقعوا او بطريقة لعلبوهم او بمهاراتهم او بامكانياتهم خلوا توقعاتنا عالية جدا احنا قلنا نروح كاس العالم ده وناخد كمان مداليا مش مجرد مرجس شرفي اخد بالك انك تفضل بين التمانية الكبار للبطولة التانية على التوالي ده شيء رائع جدا بس احنا نتكلم في جيل حلوة اوي جيل ياخد مداليا ياخد مداليا سواء في كاس العالم او في الالمبيات دايما دايما على الحافة نبقى قريبين اهو اهو المداليا الرابطة وما ناخدهاش لأ عايزين المرة الجاية ان شاء الله مع جهاز فني جديد والكابتن عامل صراحة خلاص اكد كمان اهو دلوقتي انه برندو المدير الفني للمنتخب المصري الكرة اليد رحل وجاء للبحث عن مدير فني جديد طيب نرجع بقى لكأس العالم لكرات للاندية شفت الحاجات بتخش في بعض كأس العالم للاندية النادي الاهلي مشاركة بإذن الله تبقى مشاركة مشرفة جدا ساعات الاخيرة الدقايق الاخيرة بدأت الناس تتحدث عن اللاعبين المستبعدين من قائمة النادي الاهلي في هذه البطولة مارس الكولار بالفعل تكلم مع الجهاز المعاون لي حول القائمة اللي هتلعب كأس العالم للاندية وفيه ثلاث أسماء تم الاستقرار عليهم انه هم يبقوا خارج القائمة الثلاث أسماء مين هم هم نتكلم أول واحد كريستو تاني واحد برونو سابيو كريستو وبرونو سابيو أبرز الأسماء اللي هتبقى مستبعدة ومعاهم أيمن أشرف دول التلاتة الأقرب للاستبعاد معاهم اتنين كمان معاهم اتنين كمان شدي حسين ومصطفى مخلوف الحارس شدي حسين ومصطفى مخلوف ممكن يتم استبعادهم أيضا لكن التلاتة اللي خلاص تم الاستقرار عليهم أيمن أشرف برونو سابيو وكريستو ما فيش حد فيهم مصاب هو استبعاد فني تاني برونو سابيو كريستو أيمن أشرف ومصطفى مخلوف الحارس وممكن شدي حسين ممكن شدي حسين بس دي مش أكيد ممكن شدي حسين بيقولولي كمان تأكد استبعاد شدي حسين معاهم خلاص احنا بنتكلم في الخمسة الخمسة اللي أقولولهم لحضاركم مرة أخر مصطفى مخلوف شدي حسين برونو سابيو كريستو أيمن أشرف مرة أخر الخمسة مصطفى مخلوف برونو سابيو شدي حسين كريستو أيمن أشرف دول الخمسة اللي تم استبعادهم من قائمة النادي الأهلي المشاركة في كأس العالم لألآن داي طيب وسابيو بالمناسبة استبعاد فاني كلهم استبعاد فاني كلهم استبعاد فاني سابيو ركزوا معايا بقى في الحكاية اللي جاية واخدها بنفس الصراق واخدها بنفس التفاصيل ركز معايا قوي قوي مبدئيا كده مبدئيا كده سابيو لسه عنده مشكلة مع النادي البوليفي اللي كان بيلعب معاه والقصة بتاعت الخناء اللي مع الحكم والنادي الأهلي فعلا في الساعات اللي فات تكلف المستشار القانوني بتاعه عشان يتابع مع برونو سابيو الجلسة جلسة الاستماع اللي هيخضع لها اللاعب مع لجنة الانضباط في الاتحاد البوليفي ووارد يتم إقاف اللاعب شكرا النادي الأهلي كلف المستشار القانوني عشان يفهم التفاصيل اللي بتحصل إيه وارد ان يتم إقاف برونو سابيو والإقاف هيطبق هنا يعني لو تم إقافه مباراة اتنين شهر اتنين هيتم تطبيق الإقاف هنا دي جزئية ومعها جزئية استبعاده من كأس العالم الاندية لأسباب فنية لعدم اقتناع مارسل كولر بقدراته بشكل كبير نقطة مهمة عشان هربطهم بنقطة تالتة في منتهى 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 الأهمية الكلام كان عن ان الاهلي اوقف مفاوضاته مع بشكتاش التركي حول موليك الكلام الجديد النادي الاهلي ما زال ينتظر القولة الفاصل في هذا الامر خلال الساعات القليلة اللي جاية لسه النادي الاهلي عنده امل في حسم صفقة موليك مهاجم بشكتاش لسه النادي الاهلي عنده امل خلال الساعات اللي جاية يحسم صفقة موليك لاعب بشكتاش النادي الاهلي قائمة الاجنبية فوق السن مكتملة مكتملة علي معلول أليو ديانج أحمد كندوسي و أليو ديانج وأحمد كندوسي وبرونو سافيو وبرستاو الخمسة كبار طيب الخمسة اللي أنا قلتهم دول من الأقرب للاستبعاد في حالة ضم موليكة من الأقرب للاستبعاد مرة أخرى علي معلول أليو ديانج أليو ديانج أحمد كندوسي برستاو وبرونو سافيو مين لأقرب لأقرب برونو سافيو لأقرب برونو سافيو أنه يخرج برق قائمة قائمة النادي الأهلي عمو يتحط في قائمة الانتظار لو النادي الأهلي ضم موليكة رسميا خلال الساعات الأقليلة اللي جاية هيبقى برونو سافيو خارج قائمة النادي الأهلي ويتحط فيه قائمة الانتظار أو لو لحي النادي الأهلي خلال الساعات اللي جاية يعيره لأحد الأندي بس مش هيستغنى عنه في كل تأكيد المقابل المادي بين النادي الأهلي وبشكتاش قرب للغاية للغاية الأمور بقت قريبة جدا وبشكتاش أصلا دلوقتي بيدور برضو خلال الساعات دي على لعيب بديل لموليك بديل لبوليك تتكلم فيه فابيو بورينتي اللعب اللي كان بيلعب في اس روما من اللعبة القريبة جدا ليه بشكتاش لو ضموا بشكتاش هيبقى منسبة 100% موليك موجود فيه النادي الأهلي موليك يقترب كثيرا خلال الساعات القادمة من النادي الأهلي وهيدخل للقائمة بدلا من برونو سابيو بالمناسبة موليك مباراة الماضية كلها مع بشكتاش كان بيلعب كجناح مش كمهاجم وده سبب له هو دي ومداش الانتاج المتوقع منه مع بشكتاش انه هو اصلا مركزه الاساسي مهاجم مدارب بتاعه بيعتمد عليه كجناح ارقامه ما كانتش عظيمة في مركز الجناح زي ما انتو شايفين معظم الوقت كان بيلعب في مركز الجناح وده سبب من الاسباب اللي عايزة او اللي مخليها موليكا حابب انه يمشي كمان بشكتاش وينضم للنادي الاهلي يعني لعب يلعب كمهاجم ويلعب كجناح لو الاهلي احتاجه ده تشكيل لمباراة اخرى برضو فيها موليكا بيلعب كجناح مع بشكتاش خلاصة مرة اخرى صفقة موليكا لم تغلق بالنسبة للنادي الاهلي صفقة موليكا فتحت مرة اخرى دي الخليطة الحيرية للتحركات موليكا مع بشكتاش كجناح جناح ايمن بيشارك في معظم الامرياض كجناح ايمن صفقة موليكا متقفلتش صفقة موليكا خلال ساعات ممكن تحسم للنادي الاهلي صفقة موليكا لو تمت هيكون تواجده في النادي الأهلي بدلا من برونو سافيو اللي هيتم إعارته أو وضعه في قائمة الانتظار وخلاص احنا قلنا برونو سافيو خارج قائمة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية برونو سافيو ينتظر ربما عقوبة من الاتحاد البوليفيس تطبق عليه هنا ممكن تبقى شهر اثنين تلاتة لو أعلم ففي كل الأحوال الأهلي هيكون أول خيار ليه عشان يسيب مكان فاضي لموليكا هيكون برونو سافيو دي الحكاية وما فيها طيب لا لبكرة ما خلص أو خلال ساعات ما خلص موليكا برونو سافيو في القائمة زي ما هو قائمة النادي الأهلي ولا هيتم إعارته ولا هيتم وضعه فيه قائمة الانتظار هيتم بقاءه فيه قائمة الفريق لعله عسى مارس الكولر يحتاجه فيه المستقبل وبصراحة كده هو برونو سافيو مداش أمراض لحد الوقت يعني طبيعي أي لعب يعرف يعني أي لعب يحط رجله في الملعب في النادي الأهلي بيزهر أفضل من برونو سافيو رغم أنه برونو سافيو في الأول خد فرص كتير جدا جدا مع مارس الكولر وحاول يديره أكتر من مركز حطه في الجناح وحطه في رقم عشر حتى المواجم لعبه فيه بس مداش اللي عايزه مارس الكولر بشكل كبير خلال المحاضرة الأخيرة اللي عملها مارس الكولر مع جهازه المعاون كان واضح رغبته جدا فيه وجود أو اتجاه عنده أنه محمد شريف هو اللي يلعب مهاجم في تشكيلة النادي الأهلي الأسية أمام أوكلاند في أولى مباراة كأس العالم وده هيخليه ما يعتمدش على كهربا في قياد اللجوم وممكن يعتمد على كهربا في مركز الجناح بس هو مركز على محمد شريف يبدأ المباراة كمهاجم مباراة أوكلاند سيتي الأقرب لها محمد شريف في مركز المهاجم ووارد جدا كهربا يرجع مركزه الأصلي كجناح طيب لسه مع النادي الأهلي محمد الشناوي من أسبوع بالزبط قلت لحضراتكم أن محمد الشناوي رفض عرض ومحمد الشناوي مع النادي الأهلي رفضوا عرض خليجي مغري جدا للشناوي كمان تحديدا طبعا للأهلي كان هيبقى مغري أيضا إعارة ست شهور محمد الشناوي في الإعارة دي كان هياخد ما يوازي بالمصري 60 مليون جنيه في ست شهور والنادي الأهلي غالبا كان هياخد رقم مشابه والنادي الأهلي رفض العرض محمد الشناوي تقبل هذا الأمر نهار دا النادي الأهلي تحدث عن عرضين رفضهم محمد الشناوي من نصر السعودي ومن ويجن الإنجليزي وده زي ما قلت الحالاتكم اللي كنت فرضنا به في رقم 10 من أسبوع محمد الشناوي بالمناسبة كان رفض عرضين كمان الموسم اللي فات عرضين مهمين جدا وبأرقام كبيرة مع النادي الأهلي يعني هو رفض العروض رغبطا من النادي الأهلي بالإبقاء عليه الجديد كمان أو الجديد القديم يعني إن محمد الشناوي من ثلاث مواسم كان عرضه عرض بضعف الرقم اللي بياخده فيه النادي الأهلي من نادي بيرامدز وأيضا قرر البقاء مع النادي الأهلي عشان كده النادي الأهلي قرر الإبقاء على محمد الشناوي وتكريم محمد الشناوي بالبيان النهار أو بالكلام اللي تقالي النهار دا محمد الشناوي تمسك بالنادي الأهلي في كل المواقف وقدر حالكم الإسبوع الماضي إن محمد الشناوي ينتظر تعديل في التعاقد بعد كأس العالم للأندية عشان أو تأديراً ليه احترامه وحبه ليه النادي الآلي واخلاصه ليه التيشرت اللي بيلعب بيه نوعية لي زي محمد الشناوي نوعية ندرة من الآخر يعني ما فيش لعيبة كده وعشان برضو أبقى آمين في كلامي اللي ما بيعملش كده ده مش لعيب وحش وهو برضو بيبص على مصلحته بيبص على مصلحته وحياته ومستقبله وخلافه ده مش لعيب وحش عشان بس ما قدش الشناوي لعيب عظيم فالنباقي بقى مش كويسين لأ مش غير كلامي اللاعب اللي بيبص على مصلحته وفروضه حقك حقك تماماً بس اللاعب اللي زي محمد الشناوي بقى هو اللي بيكمل بقى اللي بيكمل بعد الكورة وناس تفضل تحبه للأبد والناس تفضل تعشقه والناس تفضل تسنده والناس تفضل تشجعه وبياخد مناصب وتلاقيه الناس دايماً طول الوقت بتكرمه النوعية اللي زي محمد الشناوي يعني بيش بيبقى بص تحت رجليه اللي بيبص تحت رجليه بياخد دلوقتي اللي هو عايزه بس المستقبل ما بيبقاش معاه قوي قوي محمد الشناوي أو النوعية اللي زي محمد الشناوي بيبضل اسمهم خالد في تاريخ أنديته دائماً وابداً يعني طيب النهاردة خلاص الزمالك حسم صفقة أحمد بالحج لاعب أسوان الصفقة هتبقى عارة ست شهور لي نادي الزمالك بنية البيع الزمالك هيدفع مبلغ الأعارة اللي هو 4 مليون جنيه بالإضافة إلى 560 ألف جنيه ضريبة القيمة المضافة وتفعيل بند البيع بعد الأعارة مقابل دفع 11 مليون وربعمائة ألف جنيه ونسبة 15% لصالح نادي أسوان في حالة إعادة البيع بعد كده طيب كل التفاصيل دي تفاصيل هذا الأمر مع الأستاذ إهاب منصور عدو مجلس إدارة نادي أسوان يا فندم صباح الخير مشرفنا ومنوارنا صباح النور يا فندم أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله بخير الله هل خلاص حسمت صفقة أحمد بالحاج لنادي الزمالك؟ والله هو الحالية اللي قد دلوقتي فيه مفاوضات بين شهد المستشار وبين نادي الزمالك لكنها لم تحسم يعني ممكن تحسم يعني الغابة بكرة طبعا إن شاء الله بس اللي هي أرقام يعني آه شوية آه مفاوضات في الأرقام في الأرقام الملاية بالزبط ولا في طريقة الدفع يعني اللقصات آه يعني وممكن دي بس منظوم في طريقة الأسر آه التفاصيل بسيطة يعني والتعاكل زي ما احنا فهمنا أنه عارة لنهاية الموسم بنية الشراء مظبوط؟ آه بالزبط عارة لنهاية الموسم طيب هل كان فيه عروض أخرى مع نادي الزمالك ولا كان نادي الزمالك فقط لطلب أحمد بالحاج؟ كان فيه ناديين من الكبار برضو من المصر آه ناديين الكبار دول منهم النادي الأهلي؟ يعني نحن حاولين نذكر أندية لأن احنا برضو اللي كان رسمي ومتفاوض رسمي نادي الزمالك لكن الأندية الثانية كان يعني بين وكلة وكلامي يعني رايح جاي لكن مفيش حاجة رسمية طيب أصوان دلوقتي أحمد بالحاج واحد من أهم الركاز الأساسي في الفريق منذ بداية الموسم هل عندكم البديل جاهز البديل هل هتضموا لعيبة خلال الـ 24 ساعة اللي جاية دول ولا خلاص هتكتفوا بالقائمة الحالية لا طبعا نحن تعقبنا مع الثمن العيبة يعني بالأماكن اللي كان قال عليها كابل عيمان الزماضي وغفرناها طبعا من الأسمامة عندنا أحمد أشرف ومحمد حمدي نفسي من الأهدي علاء سلامة أفاركو بلال السيد اتحاد محمود فهمي مأولين فيك العجوز الجونة وحاليا من دلوقتي يعني من السعاد برضو خلص موضوع تعاقد مع حسام عرفات ومحمد المرس من أمن صحيح صحيح حسام عرفات تم برضو الانتعام طيب من الحاجات المهمة جدا الفترة الماضية هي فكرة بقاء الكابتن أيمان الرمادي من عدمها هل الكابتن أيمان الرمادي خلاص مكمل مع أسوانه مفيش أي مشاكل ولا لسه الكلام والمفاوضات كابتن أيمان طبعا يعني مكمل مفيش حاجة اسمها يعني مش مكمل يعني هو كان كان أكتر من مرة مفيش أي اتجاه للكلام ده بس هو كان أكتر من مرة بيزعل مثلا فترة لكن من رجل بيستدرك منه طيب كان الكابتن أيمان ما دخل معي قبل كده وقال أنه كان عنده طلبات كتير من مجلس إدارة النادي هل كل الطلبات دي تنفذت ولا لسه في طلبات لا هو صعب طبعا كل هذه الطلبات تنفس في التوغيب دي يعني لكن لا فيه في بعضها يعني الحمد لله لكن هي برضو كل الطلبات يعني تحت بند الماليات يعني كل الطلبات طبعا بتسوي الماليات يعني في حاجات يعني برضو والنادي طبعا يعني مش مش قادر يقاوم في موضوع الماليات طيب إبونا سمعنا أنه هو هيتم إعارته لنادي غزة المحل هالك الكلام ده صحيح لا فيه شي حاجة دي ده صالح آه إبونا مكمل مع الفرق عادي لا الحمد هو مش مكمل مع الفرق هو يبونا طبعا تقريبا تحت تحت العلاج بلوقف لكن ما بيهزلش ملعب طبعا بيهزلش كاملين لكن موضوعه يعني لسه ما خدتش في لجنة الكورة مع الموضوع الفن النهائي طيب طيب يا فندم أنا بشكر الحلاج شكرا جزيلا وده كان كلام مهم جدا مع أستاذ إيهاب منصور عدو مجلس دارة نادي أسوان طيب هلسه مكملين مع حضراتكم وزي ما قلت لكم أحمد بالحاج خلاص يقترب كثيرا من نادي الزمانيك الاتفاق تم وزي ما قلت لكم هي شوية تفاصيل بسيطة تحسم الصفقة خلال ساعات إن شاء الله طيب دي أرقام أحمد بالحاج لعب 16 مباراة مع نادي أسوان سجل ثلاث أهداف صنع سبع أهداف أرقام عظيمة ومميزة جدا لأحمد بالحاج اللعب اللي جاي من أسبانيا كان بيلعب في دور الدرجة الثالثة من اللعيبة المهمة جدا صفقة مهمة وهيدي للزمالك اللي الزمالك محتاجه هو لعب يعرف يخرج بالكورة كويس لعب كرياتور أو لعب مبتكر لعب اللي الزمالك الورقة النقصة في تشكية نادي الزمالك اللعب اللي يحرك اللعب اللعب اللي يعرفين الفريق من ناحية الدفاعية للناحية الهجومية لو خد وشارك بشكل أساسي ربما يكون مفيد لنادي الزمالك والله هو أعلم والله هو أعلم بالتأكيد جهاز فني موجود هيشوفه في التدريبات ويشوف إمكانية الاستفادة منه وهو كمان يعني أكيد أسوان فريق محترم وفريق جماهيري كبير ولكن يبقى نادي الزمالك الضغوط اللي فيه مختلفة تماما عن الضغوط الموجودة في نادي أسوان طيب نادي متلند الدنماركي منح نادي الزمالك مهلة أخيرة حتى مساء اليوم الاثنين عشان يرد عليهم في صفقة إمام عشور وفي التفاصيل التعاقدية بالنسبة لإمام عشور متلند حاضط أكتر من بديل لإمام عشور في حالة فشل الصفقة ولكن بحسن معلوماتنا إن الصفقة هتمشي في الطريق السليم وسينطق الإمام عشور إلى متلند الدنماركي بموافقة نادي الزمالك وبموافقة اللاعب ده الوضع حتى هذه اللحظة ولكن الصفقة ما تمتش رسمية ما حصلش التوقيع وما حصلش الاتفاقات النهائية بالإمضاط حتى هذه اللحظة ولكن الموافقات موجودة من الأطراف كلها لكن عشان نقول صفقة رسمية يبقى اللاعب هناك يبقى لو أودت اتماضت كل ده لسه ما حصلش لا فيما يخص إمام عشور وحكايته مع متلند الدنماركي حاجة غريبة حاجة غريبة مبالح سمعنا أن جزوالدو فريرة ممكن يرجع تاني تدريب نادي الزمالك ماشي كان راحة للراجل بقرار من إدارة نادي الزمالك وسمعنا أنه إدارة نادي الزمالك بناء على رغبة من الكابتن أسامة نبيه ممكن جزوالدو فريرة يرجع بالمناسبة جزوالدو فريرة حتى هذه اللحظة لم يعطي موافقته والكلام أنه جزوالدو فريرة مطلوب دون جهازه المعاون الأجنبي الأجنبي بالمناسبة هو لسه مستمر في مصر ما سافرش أنا شكرا فيه كلام أنه هو سافر هو حتى هذه اللحظة فريرة موجود في مصر طيب فريرة كان ماشي وممكن يرجع كلاتنبرج كان ماشي وممكن يرجع بص الحاجات اللي احنا عايشينها غريبة شوية كلاتنبرج وكيل أعماله عرض على اتحاد الكرة تخفيض الراتب اللي كان بياخده إلى عشرين ألف دولار مقابل أنه يعمل في الاتحاد المصري لكرة القدم كمستشار أو مطور للتحكيم المصري دون العمل في رئاسة لجنة التحكيم اللي هو من الآخر يعني هتوها أي حاجة هتوها أي حاجة بل ما ممشي يعني فهم الدنيا أنا معك وأنا كما بجيش فأي فلوس داخل لو خلاص طبعا التحدي الكرة رافض هذا الأمر تماما وشايف أنه صفحة كلاتنبرج صفحة اتقفلت تحديدا كمان بعد اللي كلاتنبرج اتكلم فيه وقاله في وسائل العالم العالمية الأمور بالنسبة لكلاتنبرج هيبقى صعب يبقى فيها لقاء مرة أخرى أو عمل مشترك مرة أخرى طيب بالمناسبة برضو اتحدي الكرة حتى هذه اللحظة ما فيش قدامه بدائل لرئاسة لجنة التحكيم تعرفين اتحدي الكرة أعلن أنه البديل لكلاتنبرج هيبقى أوروبي أيضا ولكن حتى هذه اللحظة رغم أنه اتحدي الكرة قال أنه من نسبة 90% أوروبي هو أصلا اتحدي الكرة ما ما مسكش في إيده سي بي أو حاجة واضحة ل بديل كلاتنبرج حتى هذه اللحظة طيب النهاردة غزل المحلة عمل مباراة كبيرة وصعبة جدا أمام البنك الآهلي كانت مباراة مسيرة جدا جدا بين بابا فاسيليو والكابتن عبدالباقي جمال مواجهة كانت رائعة جدا بكل تفاصيلها بإسارتها بشغل كان رائع جدا النهاردة في الديها أربعة محمود قعود سجل الهدف الأول للبنك الآلي وفي الديها ستاشر جابريل أورك سجل الهدف الثاني لغزل المحلة وبعد كده أحمد ياسر سجل الهدف في الديها خمسة وستين وبعد كده في الديها الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضاء إبراهي ما كونيه قدر يتعادل لغزل المحلة طيب معنا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن صابر عيد المدير رياضي بنادي غزل المحلة يا كابتن صابر صباح الخير مباراة كبيرة اليوم أمام البنك الآهلي بهنيكم على الأداء وأنا عارف أنه دايما هدفكم الفوز والسلاس نقاط بتشرف وتنور يا كابتن صابر دايما طبعا النور كابتن صلي أنا شليك والله يلحم الحمد الحمد لله النهاردة كانت مباراة صعبة طبعا مطش صعبة جدا كانت مباراة صعبة جدا أولا أنت عارف طبعا وضع البنك الآهلي في الجدول كان يعني طبعا الوضع صعب ثاني حاجة نحن المدير الفن اللي كان مسكننا من 3-4 سبيع هو مدير الفن للبنك الآهلي صح حفز الفن آه كان مطش صعب جدا حتى الناس اللي هما كانوا شكالين معنا اللي هما المحل الأداء والمدير باللياق كانوا مابودين معنا من حوالي 3-4 أيام وتنقلوا طبعا للبنك الآهلي فكانت دي يعني صعوبة المباراة في الجزئية دي يعني صحيح صحيح في الجول في أول المتش والحمد للأقدم المتعادي الشهود الثاني برضو نفس الحكاية اللي جاء فينا الجول والبنط بقى جاء يعني يعني حلوة البنط إنه جاء في الوقت الضايع في الوقت الضايع نحنا كنا نتمنى إننا ناخد الثلاثة بنط إنما الحمد لله يعني النتيجة تعتبر يعني عادلة صراحي صحيح واحد من أهم ركائز في الفريق هو عبدو يحيى عبدو يحيى ينتقل اليوم إلى النادي المصري مدى تأثير غيابه عن الفريق فيما تبقى من الموسم هو عبدو يحيى من اللعيبة طبعا مميزين جدا واحد من مولاد النادي يعني لعيب مميز جدا بالنسبة لنا هو طبعا عبدو جاء له عروض كتير جدا كفن الكريم والولد طبعا نتعرف كل اللعيبة الصغارين دولة يعاوزين يأمنوا يعني يعني مستقبلهم هو عشان عبدو يبقى مستريح نفسيا طلعنا أعارب لمدة ستة شهور ان هو يستفاد مدينة في الفترة ديت ويرجع نمية ثاني ان شاء الله في بداية الموسم الجديد يعني هو العادي ما فيه بند شراء من المصري لو طلبه هو فيه هو فيه بند شراء بس طبعا احنا المتحكمين في الأمور يعني يعني ان شاء الله بإذن الله عبدو يعني يعني يقدر يعني 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 حاجة للمصري ويعمل حاجة نفسه يعني صحية سمعنا ان محمد بزوك النهاردة بعد المباراة حصلت له حالة اغماء هل الكلام ده مظبوط والله هو من المجهود الكبير اللي عمله يعني حصل له حالة اغماء ويعني فترة حوالي ثلاثة اربع دقيقة كده بس الحمد لله يعني يعني كانت بس يأجاد من المباراة انما الحمد لله بس ما تنقلش مستشفى ولا حاجة عشان لا لا الحمد لله يعني عندنا الدكتور هو الدكتور خليد الجيميزي هو يعني عمل له اسعافات اولية كده والحمد لله يعني هل صحيح انه طرابته مليك افونا من نادي اسوان على سبيل الاعارة لا لا خالص خالص ما حصلش الكلام ده مش مظبوط لا لا خالص رضا بقى كنفت من ودي ديجلة وجبنا حازم من حازم مرسي من اسماعيلي باس حرب وجبنا طارق سامن من الجونة سردباك وجبنا ابراهيم عايش من اسوان لعيب ديزندر يعني صنع لعبي كان فيه لعيبة كتير دايما بتطلع من الاهل والزمالك معارين في الزحم اللي احنا كنا شايفين بتاعت الانتقالات دي رأس المحلة ما كانش يعينه على حد من اللعيبة اللي في الاهل والزمالك نا والله يعني هو الاختيارات كلها كان الكابتن عبائي هو يعني معظم اللعبة دي هو عرفهم قويس قوي وهو اللي طالبهم بالاسم احنا شغلنا على المجموعة دي الحمد لله يعني عشان يبقى انت حضرتك عارف من الدور التاني هو صعب جدا صح فهو دي ده الكابتن عبائي طلب وحنا الحمد لله استغلنا عليه واللعيبة دلوقتي الحمد لله موجودين معاني هايل كابتن صابر حاس ان الفرقة دلوقتي في وضعية كويسة في جدول ترتيب الدوري قبل بداية الدور التاني تخليه بقى متطمن شوية عشان دايما غز المحلة بتبقى بداياته جيدة جدا ورائعة في الموسم وبعد كده يعاني في الدور التاني في الترتيب في جدول الدوري وفي الصراع الهبوط حاس ان الأمور دي مش هيعيشها غز المحلة الموسم ده ان شاء الله كابتن كريم يعني احنا نتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان كان وضع صعب جدا السنة اللي فاتي صحيح اللي كان يعني احنا استنينا يعني بالمواجهات المباشرة مبيننا مبين الجونة على على أثر ماتش في الدوري انما الحمد اللي احنا وضعينا الحمد اللي دلوقتي اعتبر بالنسبة لنا مطمئن انما احنا يعني احنا عاوزين نحط نفسنا في مكان احسن كمان عشان ما يحصل ناشى اللي حصل السنة اللي فاتي يعني لان كان الوضع بالنسبة لنا صعب جدا واحنا الحمد اللي يعني انت حضرتك عارف احنا نادي جماهيري والحمد اللي الناس يعني دعمك كويس او جمهوري السنة دعم الفرقة كويس اوي واحنا ان شاء الله بإذن الله ربنا عمين مش عاوزين نحط نفسنا في الوقت ده احنا بنبس المركز يكون يليه بنادي غز المحلة السنة دي صحية صحية كابتن صابر عيدة المدير رياضي بنادي غز المحلة انا بشكر حلاك شكرا جزايا على هذه المداخلة غز المحلة عام الموسم محترم جدا سواء لما كان مع بابا فاسيليو او مع الكابتن عبدالبايا جمال كانوا عاملين سواء بابا فاسيليو او كابتن عبدالبايا اداء رائع جدا ومميز جدا لغزل المحلة هي الفكرة بس ان غزل المحلة في الاستمرارية يعني دايما بداياته في الموسم بتبقى بدأة جدا الموسم الماضي بدأ بداية رائعة جدا الموسم الحالي بداية رائعة جدا الفكرة دايما بتبقى في الدول التاني وخد بالك الدول التاني دايما هو صعب جدا على كل الاندايا لعدة اسباب اول اسباب طبعا امور بدنية امور بدنية في نهاية الموسم وغير أول الموسم تاني الأسباب المتحدين اللعيبة اللي بتبقى بعيدة عن الأهل والزمالك بتبدأ مباشرة مع نهاية الموسم آخر المباراة بتبدأ تبص على العروض فتبدأ تركيزها يقل دي تانية حاجة تالت حاجة إن الفرق كلها كلها ما بتبقىش عايز تخسر ما فيش فرق بتبقى داخلة مستهترة بمباراة كل الفرق داخلة عشان تكسب فكل الطموح واحد وكل الأهداف واحدة فالأمور بتبقى أصعب بكتير الشاطر اللي بيعرف ينهي زي ما بدأ ينهي زي ما بدأ اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي قررت تجديد الثقة في الكابتن أحمد حسام ميدو وجهازه المعاون خلال الفترة اللي جاية لإدارة الفريق الأول إضافة إلى صرف مكافئة الفوز على فريق الداخلية في الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز مع وضع لائحة خاصة لإحمالية خاصة للفوز بالمباريات في الفترة الجاية مجلس إدارة الإسماعيلي أو اللجنة المعينة وضعت أو وعدت بحل الأزمة أزمة المستحقات مستحقات اللاعبين خلال الأيام القليلة القادمة والإسماعيلي بصراحة في رأيي مش محتاج أكتر من الهدوء الهدوء ثم الهدوء الإسماعيلي عانى وعانى كثيراً في الأيام الماضية مش الأيام الماضية المواسم الماضية الإسماعيلي يعاني والموسم يعني كل موسم بيبقى أسوأ من الموسم اللي قابله يعني كل ما نقول الإسماعيلي السنة دي هيبقى غير يطلع أسوأ الفوز على الداخلية فوز يقدر الجهاز الفني واللاعبين يبنوا عليه خلونا نتفق خلونا نتفق نلعيبة الإسماعيلي تعاني الجهاز الفني يعاني تحديداً يعانوا من إيه؟ من أزمات مالية كبيرة في مستحقاتهم ضيف على ده أنه عندهم جمهور تعبان جمهور تعبان تعب تعب وليه حق فضاغط جداً ضاغط مش مستحمل أنا أكسب ليالأ حتى متعادل مش مستحمله جمهور تعب وشال كتير على مدار تلت مواسم على الأقل كتير اللي شاله جمهور الإسماعيلي مفيش جمهور كورة في مصر شاله واستحمله فتخيل جمهور مش مستحمل جهاز فني نازل مباراة أصلاً وهو مش واخد مستحقاته ومضوط ومش بس مستحقاته بقى ده جهاز الفني الإسماعيلي معروف بيعد مطشات مطشين تلاتة ويمشي مطشين تلاتة ويمشي فأنا كتيراً كتيراً نازل أصلاً بيعد مطشات اللي أحصلها وعتدلها وهشوفها مش قامت فكتيراً هو مضوط من ناحية تانية خالص لعيبة هي طول الوقت تهاجم 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 وبصراحة فيهم البعض في الفترة المضاية الأمور تحسنت كثيرة كان مكسر صح بس برضو في لعيبة ما أنا لما أخد أعود خمس ست سبع شهور ما بأخدش فلوسي وبناء آدم برضو يعني هيبقى نازل مش مش بيستهتر بس مش مركز بطبيعة الحالية فالأمور دي كلها أنا متوسم خير جداً 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 في اللجنة اللي تم تعيينها من وزارة الشباب ورياضة لإدارة النادي الإسماعي كلها أسماء محترمة كلها أسماء تعرف زي ما بيقولوا كده إيه تمشي المركب والمركب الإسماعيلي مش عايز أكتر من زقة بسيطة والأمور تتحسن عشان أكيد أكيد وضع الإسماعيلي في جدول ترتيب الدوري وضع غير منطقي وغير صحيح وحاجة تزعع للكل الكل حاجة يرضى للإسماعيلي كده محدش يرضى الإسماعيلي كده وبالمناسبة وبالمناسبة قدوا بالكوا يا جماعة وأنا قلتها بكده وأقررها تانيش لما نقول إن إحنا ندعم الإسماعيلي وإن إحنا منحبش نشوف الإسماعيلي بالشكل ده إحنا في الأصل ندعم جماهير عظيمة كبيرة هي جماهير الإسماعيلي وليس الفريق ندعم جماهير الإسماعيلي اللي زي ما قلت لكم تعبت وسندت كتير الإسماعيلي كفريق طبعاً اسم كبير وتاريخي ومحترم ويا ما طلع أساطير وأسماء عظيمة بس أنا بالنسبة لي الإسماعيلي فريق زي أي فريق في الدور اللي يتعب ويشتغل ويكسب وا وا هو اللي استحق إنه بيكمل ماليش دعوه أنا بقى يعني ماليش دعوه دلوقتي بالتاريخ لو في فريق تاني ممكن يبقى تاريخه عشر الإسماعيلي بس بيشتغل كويس ولعبته كويسة وجهازهم الفني كويسين ومشين بشكل كويس مش هنقوله لا معلش والله أصحي مندعم الإسماعيلي عايزينك التطهبط وعايزين الإسماعيلي كمان مفيش الكلام ده سحنا نحترم الإسماعيلي نحترم اسم الإسماعيلي وتاريخ الإسماعيلي ويصعب علينا الإسماعيلي يبقى في الوضعية دي وبس على كده طيب تعالوا نشوف الصفقات في مصر وصلت لحد فين في ينايق خاصة حافظة 24 ساعة كل نادي عمل ايه حتى هذه اللحظة واحد واحد تعالوا نبدأ بالنادي الأهلي هم نتكلم بفضل انتقالات الشتوية الحالية النادي الأهلي تعاقد مع محمد الضوي كريستو لاعب النجم السحالي تعاقد مع خال عبد الفتاح لاعب سموحة تعاقد مع مروان عطية لاعب الاتحاد وتعاقد أخيرا مع أحمد الكندوسي لاعب وفاكس طيف الجزائري نادي الزمالك صفقة واحدة حتى الآن هو ناصر منسي البنك الأهلي وأحمد بالحاج لعب أسوان في الطريق حرس الحدود تعاقد مع اللعب المخضرم أحمد علي لاعب الكندوسي العرب وإسلام جمال من فاركو بلانتين أودو من أبايا ويرزر النيجيلي غاز المحلة تعاقد مع حازم مرسي من الإسماعيلي وأحمد رضا من وادي دجلة أيضا نادي أسوان تعاقد مع بلال السيد لاعب الاتحاد وعلى سلامة لاعب فاركو وسيف العجوز لاعب الجونة وعماد الكابو لاعب سانتا كلومو الأندوري وحسام عرفات لاعب أمبي ومحمد المرسي لاعب أمبي أما طلع الجيش فتعاقد مع فريق شوقي من المصري ومحمود وادي من بيرامدز الاتحاد تعاقد مع محمد محمود من الأهلي وعمار حمدي من الأهلي المصري تعاقد مع شريف دابو لاعب سيراميكا كلوباترا ورجب عمران لاعب سيراميكا كلوباترا وعبدو يحيى من غزل المحلة على سبيل العر سيراميكا كلوباترا تعاقد مع محمد عنطر لاعب المصري البنك الأهلي تعاقد مع فراس بن عيفية لاعب استن كامباني وابيرامدز تعاقد مع أحمد توفيق من البنك الأهلي سموحة تعاقد مع حسام حسن من الأهلي طيب طيب دي أبرز الأسماء تعاقدات الأندية في الفترة الأخيرة فاطل الانتقالات الشتوية الحركة حركة متوسطة مش حركة كبيرة وبطبيعة الحال دايما فاطل الانتقالات الشتوية ما بتبقاش الحركة فيها كبيرة كل نادي بيشوف كام احتياج ليه ويكمل القائمة بتاعته ما بياخدش عدد كبير من اللاعبين بياخد اللي هو محتاجه وبس عشان برضو ما فيش أندية كتير بتسيب لعبتها في نص الموسم عشان تباعها يعني نادرة يعني لكن في السيف بتبقى الأمور مختلفة تماماً خطة وشغل وحاجات بيتغير واجهزة فنية بتتغير وبالتالي وجهزة فنية بتغير مش عارف اللي بقول الكلام اللي هو بتاع أوروبا دا احنا احنا الاجهزة فنية عندها بتتغير كل ثلاثة أربعة أيام يعني لكن هو في العادي في بره يعني في بلد بره يعني بنهاية الموسم الموديل الفني بتغير فممكن يبقى عايز تشكيلة مختلفة لعبها مختلفة فبيجيبوا اللعيبة مختلفة في الصيف حركة اللعيبة مختلفة لكن احنا طبعا احنا المداربين بيتغيروا عندنا اكتر من اللعيبة نفسها يعني لسه بكملين مع حضراتكم بعد الفاصل معايا اتنين من نجوم فريق المكونون العرب كابتن محمد رزق كابتن عبد الرحمن جبنا خليكم معايا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تصورنا ان الموسم ده مع سوق انتقالات قوي جدا واندية كثيرة تدفع مبالغ يعني خطيرة جدا وكبيرة جدا ان كل عرب ممكن يعاني هذا الموسم ولكن كل عرب الموسم ده رائع جدا هم نتكلم لحد مبارح كان موجود فيه المربع الزهبي قبل ما ياخد الزمالك خطوة ويعود مرة اخرى ليه المربع الزهبي نفوزه على فيوتشر بس اداء ونتائج رائعة اكفي ان اقولك ان كل عرب حتى هذه اللحظة محقق سبع انتصارات الموسم الماضي كله كان محقق تمن انتصارات احنا لست ما كملناش نص الموسم وانكل عرب بسبع انتصارات ده بفضل جهاز فني رائع جدا بقياه الكابتن شاوي غريب ولاعبين رائعين جدا كل اسم فيهم مميز جدا لدرجة انه اكتر اسماء تردلت في سوق الانتقالات الشتوية كان اسماء لعبين من نادي المقولون العرب معايا النهاردة اتنين من نجوم فريق المقولون كابتن محمد رزق كابتن عبد الرحمن جبنة كابتن محمد مشرف ومنور اهلا بحضر كابتن منورك والله انا مبسوط جدا ان انا موجود مع حضرتك النار اخبارك كله بخير كله تمام الحمد لله كابتن عبد الرحمن مشرف الدني حبيب يا كابتن كي اهلا بحضر الحمد لله كله حلو الحمد لله طالك السنة دي رائع جدا حبيب الحمد لله حلو جدا يعني الحمد لله طيب كابتن محمد بداية كده المقولون بشكل عام الاداء السنة دي اداء مميز من كل اللاعبين بصراحة ومن الجهاز الفني ليه ظهرته بالشكل الرائع ده الموسم اولا كابتن شوق غريب بصراحة عمل فرقة كويسة جدا بعيد عن الاسماء اللي هي الكبيرة والصفقات اللي هي القوية لعبة كلها لعبة مميزة جدا في الملعب لعبة رجالة يعني السنة دي بصراحة شايف حالة في النادي اول مرة شوفها في النادي لعبت فيه لعبة كلها قريبة من بعض اللاعبة كلها بتحب بعض عايزين نعمل حاجة كابتن شوق ما اصل لنا نقطة ان انتم مش اقل من اي حد بصراحة بيعمل معنا مجهود جبار جدا هو الجهاز الفني كله فالحالة بتاعته اللي هو يعني موصل لنا ان احنا نكسب اي حد ممكن نوصل الى اعلى حاجة والحمد لله ده اللي احنا قدرنا نعمله في الفترة اللي فاتت دي ان احنا دلوقتي بينا النفس على المربع فدي اعتبر انجاز كبير للنادي طبعا والجهاز طبعا واللعبة اللي موجودة فأنا بشكر طبعا اللاعبة كلها بصراحة لعبة رجالة ولعبة تستهل اكتر من كده بكتير وحنا لسه قدامنا ان شاء الله لسه الدور التاني طويل وان شاء الله المشاط اللي جاية ان شاء الله هنبقى احسن من كده باذن الله طيب كبير عبد الرحمن اللي كنت بقوله في المقدمة من شوية انه بتتكلم في عنديها جنبك وانت شايفها بيشتروا لعيبة بمبالغ كبيرة جدا سواء اجانب أو حتى لعبين مصريين انت نفسك وانت وسط التشكيلة ما تبقاش عليين ما بتقولش مثلا لا احنا صعب جدا نخش المباراة دا احنا بنلعب مع فريق منتخب مصري احنا كل الفرق دلوقتي كلها منتخب مصري كلها لعيبة دوليين وكلها لعيبة مهمة ازاي عندوكم الثقة داية ان انتوا عملوا مباريات كبيرة وتحاولوا انتصالات في المباريات في المنتقى الصعوبة نبص صحيحك هو ما فيش حاجة يعني بالنسبة لنا احنا كل يعني بالنسبة لنا شخصيا رأي ان يعني ما فيش فرقات كبيرة في مصري بين اللعيبة وبين بعض الكيمة دي هو اللي بيعملها النادي او الجهاز الفني او الجهاز الفني للعيب فالنهاردة كابتن شاوي والله بالمناسبة في كنا قبل التمرين وكده قالنا الكيمة دي يعني انتوا انتوا ما تقولوش عن اي حد بلعب فندها كبيرة انتوا لو اي حد هنا مثلا مثلا باتنين مليون جنيه ما يقلش عن اللي بالعشرين مليون جنيه بالعكس وممكن يكون حسن منه لكن الكيمة دي ممكن يعني الكيمة دي مش انت يعني حد بيعمل متحكم فيها وملهاش علاقة بفنياتك اوملهاش علاقة انت انه هو العيبة على منك لا כלنا في الملعب زي بعض احنا كلنا لعيبة كبيرة في المقولين يعني وعندنا اللعب اهلي وليعب زمالك كلي كليلاعب منتخب حتى الجهاز بتاعنا كله كان جهاز جهاز كبير مأسك المنتخب واللي موجودين في الجهاز الكابتن ماعتمد مع الكابتن شاوئي في المنتخب وكان اللعيب طبعا في نادي الزمالك والكابتن جده والكابتن طلعت والكابتن طارق كلهم عشان مستعد حد والكابتن كمال فكل الناس دي كيمة كبيرة جدا وبيوصلونا دايما ان احنا مش اقل من اي حد فعشان كده بننزل المشاط كل لعيب حاسس بنفسه ان هو لعيب كويس وان هو يقدر يعمل حاجة عشان كده الحمد لله احنا في المركز ده ولسه بدر جدا ان شاء الله الفترة اللي جاية دي نفضل زي ما احنا يعني ماشيين طيب كابتن محمد انت راجل انت كنت تطالع مع الأسوتي ولعبت البيرامدز كمان ولعبت البيرامدز اللي هو ايه في الوقت كمان البيرامدز ده كان مليام فلوس اللي كل اللعيبة دلوقتي عايزة تروح كان وقتها عايزة تروح بيرامدز اقول لك اعدي من جنب البيرامدز فطبعا انت عديت على مرحلة المبالغ الطائلة والكبيرة ديت كل عرب من الانديال اللي ما بتدفعش ارقام كبيرة ده ما بيبقاش مثلا يعني بيوتر اللعيبة في الملعب بيحسسهم طبعا انا بقدي احسن من الجنب دوت اللي بياخد عشر وعشرين وثلاثين مليون جنيه وانا بياخد ممكن اثنين تلاتة مليون جنيه ده ما بيعملش مشكلة في الفلقة والله يا كابتن كريم الموضوع ده اللي انت بتكلم فيه بمظبوط فعلا مية في المية بس المجموعة اللي موجودة في النادي الماولين دلوقتي احنا كمجموعة احنا بنفكر ان احنا نعمل حاجة بيقيد على الفلوس الفلوس كده كده بتيجي سواء انت خدت دلوقتي خدت بعدين كده كده الفلوس انت طول ما انت كويس وبتحقق نتائج كويسة الفلوس هتجيب صح والكابتن شاوي معوضنا بصراحة بموضوع الفلوس ده انتوا اعملوا اللي عليكم وانا هقدر اصرفلكم في موضوع الفلوس ده وفلوس هتاخدوها مفيش حاجة هتروح عليكم بصراحة النادي الماولين مفيش اي حاجة فلوس بتروح عليه يعني اللي انت اتفقت عليه بتاخده بس انت عارف طبعا الفترة دي الفلوس فيها مشاكل في الاندهة كلها طبعا والاندهة كلها فيها ازمة لكن احنا اللاعب اللي موجودة بصراحة موضوع الفلوس ده مش مأثر علينا خالص احنا مجموعة عايزين نعمل حاجة صراحة كابتن موصل لنا النقطة دي ان احنا لازم نعمل حاجة والحمد لله احنا بجد عاملين حالة كويسة جدا في الدور السنة دي وان شاء الله نكمل عليها بإذن الله في الفترة اللي جاية بإذن الله اللي حصل من الموسم الماضي للموسم الحالي عبد الرحمن يعني الموسم الماضي انت كنت موجود الفرقة خلاص على وشق الهبوط وازن ان انتوا حتى نفسكم حاسين انه خلاص الفرقة بتهبط وقدرتوا تعملوا ما هو اقرب للمعجزة مع نهاية الموسم بانتصارات متتالية وتقعودوا في الدور الممتاز ايه اللي اختلف من الموسم الماضي للموسم الحالي هو احنا الموسم اللي فات يعني بصراحة كان عندنا لعيبة كويسة كتير عشان ما اقولش ان لا كان اللعيبة اللي موجودين لعيبة كبيرة ولعيبة كويسة جدا هو اللي حصل ان في ناس مشيت وكابتن قال الاعمار يعني السنية بتاعت اللعيبة هو توفيق هو توفيق وعدم توفيق احنا كنا بنتعب بس ممكن احنا دوافعنا السنة اللي فاتت مكنتش زي السنة يعني احنا السنة دي من اول الموسم ما يبدأ احنا حطين بلان ان احنا لا احنا مش السنين اللي فاتت دي السنتين اللي فاتوا دول بنسرع الهبوط وده مش مكان النادي ولا دي اصلا مكانة اللعيبة اللي موجودة في الفرق فمن اول الموسم احنا مركزين ان احنا لا ناخد كل ماتشو بماتشو لازم نكسب وزي ما قلت حضرتك هم كانوا مسكين منتخبات فهو زرع حتة الفوز دي هو 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 لازم يكسب هو كان لازم يكسب فهو زرعها فينا احنا ان احنا لازم كل ماتشو بماتش يعني لازم نكسبو فالحاجة دي كانت فرق معنا جدا وان شاء الله اللي جاي يبقى يبقى احسن احنا يعني زي ما بتحاك ما بنقللش من الناس اللي فاتت الناس اللي مشت دي كانوا لعيبة كبيرة بس هو سوق توفيق يعني الحمد لله السنة دي حطينا المقاولين في المكان اللي في سؤال كان المفهود سألولك اول حاجة جبنة جبنين صح كده ولا في حاجة تانية ما هو ده لا ليس يقولوا اللي هو جبنة جبنين وده سؤال منطقي وطبيعي طيب هو الأسست ده جبنين طيب والأسست ده جبنة 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 بقى جبنين لا انا من منطقة شعبية بس هتقولنا يا جماعة الأسست ده حلوةك لا لا هتوم الأول عشان هو فيه حاجة عملية بالرجل ما حدش خد باله منها هتوم الأول عشان فيه لعبة حلوة هتقول أسست بقى نفسه هيبوه أسست خطير شاسيبك لما يبولي جبنة بقى جات مني اهو يلا كمل بقى كمل خطير خطير فتحت بطن رجلة عالمية عالمية جات منين انا من الكتكات من بابا الله أرجى الناس حبيبي ربنا أخليك فانت عارف بقى المناط الشعبية دايما بيطلع فيها بقى لازم تاخد لقب لازم لازم تاخد لقب بقى بيبدل لازق فيك طول حياتك اهو ابن عمي بقى ايه وانا صغير كده كنت مبيد شوية وبتاع فبقيت جبنة على فوق عشان مبيد شوية انت جبنة على فوق والله العظيم حاجة صعب أبص يعني الاسم ده يعني ايه يعني الناس أصلاً ولا بتركز جماهير ماقول بتركز بقى انت لعيب كويس ولا وحش وبتاع ايه ده جبنة فضحك السنين بقى ماشي بس ماقول لقب لي كل حاجة ووحش لا لا بالعكس لا 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 تباولك حاجة بقى يعني مثلاً ايه يعني اكتر لعيب او من اكتر لعيب المحفوظة في المقاولين جبنة خلاص يعني هيعلم في ودان الناس بالعكس ما يعني طبعاً محمد رزق نجم كبير بس ما هو فيه كازا محمد رزق فيه كازا كريم فعادي تعدي بس جبنة هيفضل يلفت الودان والنظر فدي لأ انا شايفها حاجة كويس مش حاجة وحش مش حاجة وحش ما تزعلش منها يعني اتخلي الجبنة انا تعودت يعني خلاص انا كده اصلاً يعني مثلاً ارتبط اسمي ب يعني احد الاندية مثلاً الكبيرة وبتاع الناس يعني الناس مش مركزة واجبنا ده لعيب كويس ولا يعني ما تقيمنيش ان انا مسلاً لعيب كويس او لا فلاقي الاسم يعني فهم اللي هو ايه فيه ترياة وبتاعه مش عارف ايه اه لما ارتبط اسمك مع النادي الاهلي مسلاً فطبعاً السوشيال ميديا كلها عاد انت ترائب بقى اه مسلاً هو يعني ما انت كان عندكو شطة مسلاً في الاهلي عادي عادي كان كشري في الاهلي برضو عادي لا ده ممكن اقولك بقى اسمي بقى اسمي بقى اسمي بالعيب التأكلة محمد كمونة وسامير كمونة وعادي المنعم شطة لا هتعدت لا مسلاً هو كانوا لعيبة كبيرة طبعاً كانت تلعيف الاهلي اسمه الكابت ان احمد عبدالتاح كفتة يعني اسمي يعني ممكن بقى نعدة بالكتير نعمل اكلة دلوقتي كده حلوة عاد احنا عبل كده عبل كده لعبناك المعايز زمائلنا هنا وعادة نلعب لعيبة في مصرية باسماء اكلات وجبناك برضو لازم لازم عادة طبعاً طيب بالمناسبة قبل ما اروح لمحمد ايه موضوع فعلاً النادي الاهلي بما ان احنا فتحناه كان فيه كلام كتير انه الاهلي عايز عبدالرحمن جبنا والنادي المقاولين بيشوف العرض الكلام كان وصل لحنا انا بصراحة يعني من ناحية انا ما كانش احد تكلم معايا او حاجة بس انا انا يعني عرفت او حد اقال ان مثلاً كنت اختيار لو فيه لعيب معاياً مجايش فانا ممكن اكون موجود كده حاجة شبه ده بس انا يعني معرفش برضو معنديش علمي بيها بس محدش تواصل معاك ولا وكلة ولا خلافة لا 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 خالص بس هما انت عرفت زينا كده انو الاهلي مهتم اه 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 ان هو اسمي يعني الطرح يعني في جوه النادي وبتاعه كده لكن ما كانش فيه حاجة رسمية هما كان فيه لعيب معاياً وهو راح الاهلي كانت انا يعني مثلاً لو مجايش او حاجة شبه كده ان انا كنت اختيار تاني مثلاً او حاجة زي كده طيب لما اتكلمت مع كابتش شاوي غريب بشكل ودي يعني قلت له لو جالي حاجة هتسيبني وقال لك بشكل ودي والله بص انا بصراحة ما اتكلمتش في حاجة زي كده لان الحاجة دي ما كانتش حاجة جدية او حاجة زي كده وبعدين انا انا اللي بي ايدي اخليني مثلاً اختيار اول لأي نادي الفترة اللي جاية دي برافع عليك يعني لو كنت اختيار تاني ماشي اهلاً وسهلاً مش حاجة تزعل انا بص اي حاجة كبيرة ان اسمك يرتبط بالنادي كبير يعني نادي الاهلي طبعاً نادي كبير صح ان اسمي يرتبط بي دي حاجة كويسة جد صح بس ده مش تموحي يعني لأنا يعني ان شاء الله بقى من احسن عيبة في الدوري الصنادي واروح انا بقى الناستو بقى رقم واحد يعني اللي هو انا عايزاتكم مش حسيبة كان محمد انت اصلاً بدأت ناشئين اهلي مظلوط اه طمع فرق معاك الكلام دي كنت بدأت مع مين الاول طبعاً انا بدأت كان كابتن ساميلكمونة مرنت مع كابتن امين عرابي كابتن علي مهر اه صعدت طبعاً فريق الاول مع كابتن منو جزي وصعدت مع كابتن حسام البدري وكابتن محمد يوسف مريت على عجال كبيرة بقى وابو تريكة وبركات مرنت مع عجال كبيرة جي لشباب نفسه لا الشباب بتاعنا كان معانا عمري وردة ورمي ربيعة كان معانا تريزيجي كان معانا محمد فوز الحرز بتاع الاسماعيلي يعني رمضان صبحي ناصر ماهر المجموعة دي كلها كانت معانا لسه بتاعوصل مع تريزيجي اه مع تريزيجي وصحبي وحبيبي قوي يعني اه شخصية جميلة جداً والناس اللي بعزها قوي انا فاكر تجربتك وبدايتك مع براميدز لما كان اول سنة اللي كانت نوم دي كنت بتلعب اه لا بصراحة الموسم ده كان موسم مميز جداً بفرقتنا مع كابتن علي مهر بصراحة كان عمل موسم ده القسيوتي كان وقتها اه اه كان موسم مميز جداً اه خرجنا العالم الكاس بدول التماني اه اه كان اداء قراءة جداً طيب المقروري العرب السنة دي كابتن شاوي غريب بيعتمد كثيراً على بعض اللاعبين الشباب السغيرين في السنة درجة انه في لعب بس انا مش متذكر اسم انتم كتفكروني عنه 16 سنة عبد الناصر عبد الناصر اه ف ده بيفرق معاكو انتم المفروض دي ده لعبها خبرات دلوقتي ده بيفرق معاكو بيأثر معاكو سلبياً ولا بتشوفوه حاجة ايجابية لا بصراحة الكابتن شاوي عامل ميزة انا اول مرة شوفها في اي مدير فن بصراحة الفرقة اي ماتش مش هتلاقي في نفس الناس اللي بتلعب يعني هتلاقي 3 او 4 لعيبة موجودين غير الماتش اللي فات كل اللاعبة قريبة كل اللاعبة حتى لو لعب برى السكور الماتش اللي فات الماتش اللي جاي تلعب يلعب اساسي عادي خالص كابتن عمل توليفة بصراحة جميلة جداً اي حد في اي وقت يجاهز انه يلعب اساسي انا مثلاً في ابداية الدوري اول ماتش تلعب تبارى السكور اطاني ماتش بلاب فيوتشل بادئ الماتش اساسي ففي بصراحة روتشن كابتن بيعمله كويس جداً وده موصل اللاعبة كلها مركزة انه هو في اي وقت هيلاء نفسه في الملعب فكله مركز وكله بيتمرن كويس جداً وما فيش حد بعيد يعني كابتن موصل وما فيش اي لعب بعيد فأي وقت هتلاقي نفسك في الملعب وبتلعب وبصراحة كل اللي بيلعب بيقدي ما فيش فرقات بيننا الحمد لله كله بيتمرن كويس وكله جاهز في اي وقت انه هيلعب فدي موصل المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي ان احنا الحمد لله كل مستقراتنا قريبة من بعض فأي حد بيلعب بيقدي مفيش أي مشكلة هايل هايل عبد الرحمن الأول بس عشان خدني اللقطات اللي كانت معروضة بس عايزة الشيط بالتصريحة اللي انت لستقيله من شوية ده بصراحة عجبني داخل مزاجي اللي هو لما حد يعوزني يبقى خيار أول اللي هو تبص علي تجي تخدني بالمناسبة دي يعني منتخب مصر شايف ازاي شايف انت قريب من المنتخب شايف امتى ممكن تبقى جاهز لمنتخب مصر اللهي انا شايف انه هو اي لعيب حق انه هو يعني يحلم انه هو اصلي برضو ان انت تلبس شرط المنتخب مصر ده حاجة كبيرة جدا يعني ان انت تلعب باسم بلدك ودي حاجة كبيرة جدا وحلم لأي لعيب طبعا واي لعيب ليه حق ان هو يحلم او يتعب علشان يوصل للحاجة دي انا شايف ان هي قريبة مش بعيدة يعني انا الفترة دي ماشي كويس ولسه عندك تر من كده طبعا بس زي ما قلت حدثك هو انت اللي بتعمق يعني هو انت اللي بتحط الناس ان مثلا تخلي استاذ كريم مثلا يتكلم عليك تخلي الناس كلها اللي هو انت هتكبر اي حد يبصلك تمام بمستواك طبعا فمن اضطرح يعني ناس كتبت ان انا ممكن اروح او كده وكان في بس انا طبعا انا زي ما انا ماشي طبعا يعني دم برضو ما يخلنيش اللي هو انا رايح مثلا او قريب من المنتخب ان انا الكيرف بتاع ينزل لا طبعا ده بيدينا حافظ ان انا بقى احسن وان انا احاول اعمل ارقام لان الحاجات دي هي اللي كمان بتسمع مع الناس يعني انا ممكن ابقى كويس قوي بس ما عملتش مش مؤثر في الماتش فما حدش اتكلم عليك مزبوط ولما بتصنع جول بتجيب جول بتبقى بتساعد فريقك انه يبقى في مرتبة متقدمة في الجدول كل ده دأسيرة على مستويك طبعا دي حاجة دي حاجة فرقت معينا السنة دي يعني انا انا السنين اللي فاتت اصابات حصلت وكده اثرت معاه شوية وعطلتني شوية حظك وحش انت مع الاصابات اه انا كل ما بتيجي تفوق ايه كل ما اسمه يبدأ يرن ويسمع حصل اه بس عشان كده بقول حقك يعني ايه انا برضو بيبقى عندي تعليق بس شوية ان فيه ناس بتقعد تقيم اللعيبة الكورة وانا كنت موضوع ده عايز اتكلم في الجد لان انا فيه لعيبة كتير بتتأثر يعني انا انا عن نفسي لو والله العظيم لو مليون واحد بتتكلم عليها وحش او ايا كان بقى هو بينطاقد او كده انا عنديش مانع ان حد انطاقدني يعني كلعيب كورة فهم بس طالما انت ما واثق في نفسك وواثق في ربنا يعني وكده وبتتعب وبتاع اكيد ربنا هيديك بقى بعيد عن اي حد ده ربنا رايد رزقك ده هتاخده هتاخده فهم صح بس الناس اللي بتقعد مثلا موارهاش اي حاجة انها بتقعد مثلا تقطع في العيبة ولا ده مايروحش مش عارف ايه وبيتحكموا في حاجات اصلا بتاعت ربنا فهم طبعا يعني مثلا بيتحكموا في حاجات ما لهمش علاقة انهم يتكلموا فيها بس يحاول شوية يعني يفكروا ان اللعيبة دي بنا قدمين زيهم وبيتأثروا عادي وممكن يزعلوا ممكن يعياتوا ممكن يكتابوا فيه لعيبة عندك حصلت معهم كده يعني فيه لعيبة كان بتاع في نادي الاهلي وفترة ما كانوش موفقين وبتاع الناس كانت يعني مكسراهم خالص فهم وكانت نفسياتهم انت ما تعلمش هم يعني بس انت مش يعني مش عايف تتفي حلو الموضوع ده محمد بالمناسبة سهول عيبة الكورة هو ده قدره بما انك انت تحت الأضواء فانت اما الناس ساعات تقول عليك ان انت اعظم لاعف في الكون وتبالغ برضو يعني ممكن ما تبقاش انت اعظم لاعف في الكون بس هتبالغ عشان هي بتحبك قوي وفي نفس الوقت هو جمهور الكورة كده بيجيبك الارض مجال بتاع الكورة كده اه مع شوطة وحشة فاروح جايبك الارض ده الجمهور انه مبتضعفش تمسك مشاعره يعني بس طبعا ان انت بتقول ده عندك حق فيه مليار في المية انه يتعامل مع الشخص كمال انه هو بنا ادم بيتأثر بالفيدباك بس فيه نقطة انت قلتها وعايزك تشاركنا فيها محمد انه احيانا اللعب اللي بيبقى مش موجود في الاهلي والزمالك لما بيجي يتخذ للمنتخب على طول بيحصل له انتقاط بهجوم ويبقاش الناس اصلا بيفرجوا عليه يعني ما بيبقاش حد يفرج على المقاولين من جميع الاهلي او الزمالك يقول لك ايه عم انت تاخد محمد رزق المنتخب ليه مفلون بتاع الاهلي او بتاع الزمالك هو اللي كان احق وهو ما شافش محمد رزق بالزبط بالزبط بيقال الكابتن كريم الكورة في مصر زي ما انت عارف بتبقى موقعه اهلي وزمالك بس لكن فيه لعيبة كتيرها كويسة جدا في عندها كتير يعني مش في المعولين بس فيه في عندها كتير فيه لعيبة مويزة كتير جدا صح لا تقل عن اي لعب في النادي الاهلي او الزمالك بس زي ما انت بتقول هو المشكلة في مصر اهلي وزمالك بالنسبة للشعبية الكبيرة طبعا بيأثر جدا طبعا على اي حاج السوشال ميدا طبعا بتأثر على اي حاج وجودك في الآلع والزمالك يساهل تواجدك في المنتخب مصر طبعا طبعا اهلي وزمالك طبعا يا كابت انت شعبية كبيرة والناس كلها بتفرج عليك والناس كلها عارفاك فده طبعا بيساعدك كتير جدا جدا ان انت بنتواجد في المنتخب مصر صحيح طيب هنلسى بكمين هذا الحوار الممتع جدا مع محمد رزق وعبد الرحمن جيمنا نجوم نادي المقلون العرب خليكم معنا يا عرب حضراتكم مرة أخرى لست مشرفني نجوم نادي المقلون العرب محمد رزق وعبد الرحمن جيمنا طيب محمد طموح المقلون العرب الموسم ده إيه؟ يعني أنتو لما حطيتو أهداف لبداية الموسم هو طموح البقاء في الدوري ولا طموح مركز متقدم ولا طموح مربع زهبي؟ هو بس يا كابتان إحنا كلعيبة وكجهاز إحنا حطين لنفسنا طموح إحنا مش ما علناش عنه إحنا بيننا وبنفسنا إحنا طموح إننا نلعب مربع زهب إن شاء الله يعني بإذن الله وده اللي إحنا بنحاول نسعله في الفترة اللي فاتت بإذن الله واللي جاء إن شاء الله هنكمل بإذن الله على نفس المستقر لكن الموضوع مش سهل الدوري استنادي قوي جدا أنا كابتان كريم وحضراتك شايف الفرق كلها بقت قريبا بعض مفيش يعني إنتا لو جيت دلوقتي بص عجدل من اللي ينزل من اللي هيكمل موضوع بقى صعب والفرق كلها بقى قوية والمنافسة بقت شرسة جدا فإحنا كتيم المؤولين إحنا بصراحة حطين لنفسنا إن إحنا نبص على المربع زهبي موضوع مش سهل ومش صعب إحنا ممكن نسهل وممكن صعب وإحنا بصراحة ماشيين فترة اللي فاتت دي ماشيين بمستوى قويس جدا واتمنى إن إحنا إن شاء الله نكمل على المستوى ده وده هدفنا إن إحنا نوصل مربع زهبي يعني هايل هايل طيب عبد الرحمن إيه المباراة اللي كانت صعبة أو السرية دي اللي أنت ما تنسهاش اللي كانت باللغة الكورة يعني رخمة مش عايزة تخلص بص يا كابتان هو المطشط دايما اللي هي بتبقى مع الفرق اللي هي عايزة تجمع نقط ومثلا زي الداخلية أو الاندادة بتبقى معتشات رخمة ومتشات صعبة ومقفولة ما فيهاش مساحات بالعكس انت المتشات اللي هي بتاعت الفرق الكبيرة تلاقي فيها مساحات تلعب فيها كورة لكن المتشات دي بتبقى معتشات مقفولة خالص بس أنا بيتهالي بالنسبة لنا ماتش الداخلية كان أبص الملعب برضو يعني ماتش دا جد صعب جدا الملعب برضو صعب جدا فبردو المتش مش سهل يعني المتش كان بس الحمد لله عرفنا نكسب واللعبة كلها كانت رجالة جدا ان احنا مدعبنا الاخر دي حتى جبنا الجوم بتاعنا في اخر دقائق اي شاء لك انتم شبته في اخر اللي حضرت عندنا ميزة كابتن كريمي السنة دي ان احنا حتى لو احنا بعاد عن مستوانة ازاي ان نقدر نكسب فدي ان انت توصل المرحلة دي فيها فدي مرحلة كويسة جدا تساعدك ان الهدف بتاعك ان انت تقدر توصله ان انت في اسوأ حالاتك تقدر تعرف تكسب زي بصراحة النادي الاه اللي عنده الميزة دي بصراحة مفيش اي فرقة بتعرف تعمل النادي الاه اللي بيعمله ان هو دايما بص على المكسب بص على المكسب حتى في اخر دقائق فدي الحمد لله احنا وصلنا لمحادي فدي حاجة كويسة جدا نادي الزمالك ماتش الزمالك كان اي اخباره معك كان ماتش حلو قوي بصراحة كان ماتش حلو احنا كنا كويسين قوي وضيعنا كتير الماتش ده انا كان بقالي فترة كبيرة ملاقبتش يعني ملاقبتش ماتش قدام الزمالك فالماتش ده كان يعني من احسن ماتشات برضو عابتها في الدوري السنة دي بس ضيعت كرة كده ماتداش خالص كانت مأثرة عليها طول اليوم بقى أثرت عليك طول المباراة؟ لا يعني انا بعض الماتش ما او كنت متضايق او ان الكرة ده يعني مع ان برضو بتلعب نادي كبير جدا يعني بس كنا عاملين ماتش كويس بص كبتا انت تتصدق نفسك يعني قدام الفرق الكبيرة صدق ان انت لعيب كويس وان انت تقدر تكسب وتعف تكسب هتكسب بس يقولوا دايما لما يعني وفهموني في الجملة دي بس يتلعب قدام الزمالك والاهلي بنجومهم بالأضواء اللي مسلطة عليهم ايش باتكلم على امكانيات لعيبة كرة بالأضواء الكتيرة المسلطة عليهم بيبقى فيه رهبة كده كده من لعيبة الاهلي والزمالي كنام ده بتحسوه؟ شوية اه شوية اه انا عنافسي في البداية قبل ما تلعب ماتشوات كتير وتلعب مرحلة ان احنا الحمدلله انا وصلنا الوقتي انا بلعب عليه ثمان سنة دورة متازة فالمرحلة اللي انت بتكلم فيها ده خلاص انا عدتها يعني انا بقيت انزل ماتش عادي انا بلعب بلعب زي زي الرابع والخوف ده فعلا كان في بداية اول ما بدأت لعب دورة متازة كنت بحس الاحساس ده لكن دلوقتي بصراحة ما بحسش الاحساس ده خالص زي ما كابتن محمد بيقول كده وبعدين احنا برضو جينا في وقت الجماهير برضو ما بتدخلش يعني احنا لو كنا بنلعب مثلا قبل 2010 او بتاع كان الموضوع برضو كان بيبقى في رهبة اكتر جمهور ما للملعب وكده الاجواء بتبقى حلو اوي في الماتشات دي يعني زي ما كابتن محمد بيقولك كده ان هو لو انا بلعب والماتش ماشي كويس معايا وكده هتتمتع يعني الجماهير والاجواء طب لو مش ماشي كويس لو مش ماشي كويس بقى تتقطع زي ما بيقطع فيها انت جمنا شايل كتير انت شايل 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 لا لا خالص الله شايل طيب من الحاجات المهمة اللي بصراحة ملاحظها في المقاولين كلعبين الموسم ده انه لعبة المقاولين تحديدا من اقل اللعيبة كل اللعيبة بتعترض على الحكام وكل المدربين بيعترض على الحكام وكل اللعيبة في العالم بتعترض على الحكام والمدربين بس لعيبة المقاولين الاقل اعتراضا بشكل عنيف على الحكام دي تعليمات جاهز فانية ولا ده سلوكيات لعبين ولا ده تجميع ولا ده تركيز منكم ان انتوا تركزوا في المباراة اخو ابيضا اي حاجة والله المقموعة اللي معانا بصراحة لعبها كلها محترمة لعبها كلها ملتزمة كلها بيقدي دوره في الملع بس اصلا انت هتروها تتكلم مع حاجة ما هو اخد قرار خلاص القرار اللي انت اللي واخده معه مستحيل يرجع فيه فالنقطة دي موصلها انه حتى الكابتن حتى فيه احنا في اللايحة فيه خصمات على الانزارات على الكلام مع الحاجة مقرار مش كويسة كل ده فيه خصمات فانت انت واصل معها خلاص مش هتقدر تعمل حاجة انت واصل معها انك هتلتزمة وبصراحة اللعيبة كلها ملتزمة من غير اي حاجة وكل اللعيبة بتركز في الملعبة والتسعين ديها بتاع تلمتشو مفيش يعني كلام مع الحكام في اي حاجة تحكيم انا حسيت ان انت مش اقول ظلمت ولكن كان التحكيم وقتها مش موفق فالمعاولين مقدرش ياخد نقاط المباراة بصراحة بمنطقة الامانة ما حصلتش معنا السنة دي حاجة او حاجة انه هو انت مثلا حكم جي عليك قوي بتبقى حاجات كده طبيعية طبيعا ان الحكم يغلط مية في المية برغب طبيعا انه يغلط بس فيه ماتشات مثلا بتبقى يعني دايما الماتشات اللي هي جماهرية وبيحصل فيها اي حاجة حتى لو خطأ خفيف هي دي اللي بتبان لكن الماتشات بتاعتنا ما بيبقاش فيها ضغط على الحكم زي الماتشات اللي هي بتاعت الاهل اللي عندها الجماهرية والزمالك وكده لكن احنا بيبقى الدنيا شوية اخاف يعني كضغط وكده لكن الحمدلله ما كانش فيه حاجة جامدة يعني او حاجة جت علينا قوي ممتازا لسه مكملين هذا الحوار رائع جدا مع محمد ريزا عبد الرحمن جبنا نجوم نادي المقنون العرب بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله خليكم معنا موسيقى 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 موسيقى